جيدا J 1-0 و 10-0 ماذا أفعل؟ أضع محل 1-0 و أضع محل 10-0 الآن أذهب إلى 100 هنا لديه 108 وهنا لديه 107 أضع هنا نوع بشكل أن هذا النوع يكون أكثر من 784 و أكثر من 823 إذا أضع محل 7 700 أضع محل 748 إذا أضع محل 7-8 أضع محل 7-8 و أكيد سأضع محل 8 800 800 أضع محل 823 و أضع محل 784 أضع محل 7-8 و أضع محل 1-0 و أضع محل 5-0 5 5-5 وهذا أضع يمكن أن تأضع 5-800 هي أضع محل 748 والفترطة من 5-0 من 5-784 و أضع محل 9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-8 وهو عند الهندر. هون عندي 3 وهون عندي 2 لحتى يطلع عندي بيخد 3. بيخد تعيات الأكبر. هي 300 أصغر من 312 وأكبر من 243. وبترك البيئة مثل ما هو. يعني طلع عندي النمبر 29,300. Greater than 29,204. And smaller than 29,312. يعني انا ببلش من الشرط اللي اعطاني ايا انه بده يكون and with to zero. برجع بكفي شروط البيئين. هلا هون كمان and with to zero. هيدا بده يكون greater than 24,916. And smaller than 25,023. طيب اعطاني بناخد الهندر تعيات النمبر الاكبر. فالهندر هنا هو zero. حتى لو كان. حتى لو كان أصغر من 9 أو أصغر من الهندر تعيات النمبر اللي قبله. لا مناخدها. يعني هون طلعت معنا zero. بس نلاحظ الاختلاف اللي رح يطلع عندي انه رح يخد الـ 25 ما رح يخد الـ 24. يعني يطلع 25,000. هيدا 25,000. وهي greater than 24,916. And smaller than 25,023. أصغر من هيدا النمبر وأكبر من هيدا النمبر. with and with to zero. الآن هون. 98,111. بحط الـ 20. الـ once والتنس. طيب هون هي عنده الـ 101 وهون عنده الـ 100 zero. أقل بحطة uhàn. في اخطت الـ hundred ، فالأنه تظهر من هيدا النمبر من هيدا الأول. أو أعطال يعني نحن منثبت شغلة إذا إجا عندنا هيدا سؤال ، أقل بحطة 2 zero. وأرجع بأخط الهندر تعيات النمبر الكبير. وباقيين أراهم أي قد تظهر. هذا number 15. الآن винعن نحل الـ number 16. عمل لي complete using the thousand that comes right before and the thousand that comes right after نعم نشتغل على ال thousand هون يعني class of thousand يعني بده اخد class of units بده نكونه zero فعندي هون رح بقلش بأول نمبر six thousand one hundred twenty four مانا نشوف شو هو النمبر just comes after before and after before sixty thousand one hundred twenty four ال thousand اللي بفور بيطلع six thousand هيا عملت zero للclass of units او group of units عملت zero طيب just after هو seven thousand هيا طيب 87 thousand nine hundred one ما نشوف من هو الثاوزن اللي بيكون قبل يطلع eighty seven thousand طيب before او before after منزيد one على 87 تطلع eighty eight thousand اوكي هلا five hundred eighty seven thousand nine hundred ninety nine just او 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 before او before before right before بيطلع عندي اياها نحن عندنا الثاوزن هي five hundred eighty seven thousand nine hundred ninety nine ساوزن الابنى بيطلع five hundred eighty seven thousand لبعدة five hundred eighty eight thousand اوكي هلا هون one thousand seven hundred eighty nine رايد بيفور بيطلع الone thousand رايد افتر two thousand بهذا الشكل نكون هلا هنا النومبر fifteen النومبر sixteen page twenty seven اللعنسية اللعنسية